انا اعمل دلوقتي مع حضراتكم كده شوية جنباري كريزبي جنباري ده هنليب الزيت نقدم معاته مية نقدم معه مايونيز نقدم معه كاتشاب حسب الرغبة الميادير على الشاشة جنباري لحب زي الفل توم عصير ليمون زبدة هنحتاج لها بعدين بالشكل ده كده تعالوا شوف هنعملوا مع بعض ازاي مع المسترده اكيد اول حاجة هعملها هتابل الجنباري بس قبل ما هتابل الجنباري هتتكلم عن شوية تفاصيل في عمل الجنباري كريزبي نعمله ازاي مع بعض الرجالة اللي تحب تخشوا المطبخ وتشارك ازواجهم بالواجلهم تحية كبيرة مهم جدا انك يكون عندك يوم اجازة في الاسبوع ايه المشكلة لما تخشوا المطبخ تشارك المدام في عمل اكلة سمك حلوة الجنباري ده جنباري لح في منه المجمد بيبقى موجود في اكياس وفي منه طبعا بيتجاب اش خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا كلها سعره في متناول الجميع بنتنظف ظهره بتشيل عرق الرملة وبناخد الجنباري الحلو ده كده بنرفع الراس منه والديل منه عشان الاطفال الحلوين بيخافوا من الراس والديل يبقى جنباري صافي كده زي الفول ونشوف ازاي نقليه مع بعض كريزب لطيف وحلو تعمليه سندويتش اهلا وسهلا تكليم عشوية الرز اهلا وسهلا تحطيه مع طبق المكرونة اللي عمله بالتونة دلوقتي اهلا وسهلا الجنباري معي الجاهز هنا زي الفول النظافة حتما تكون معانا على طول اول بول وخاصة لما يكون المطبخ سمك ليه مش بتحبوا تعملوا السمك في البيت لانه بتبقى الدنيا كركبة بالعكس اهلا انا عملت الطبقة اهلا تخلصتنا في الفرد هيتقدم هنشوف نقدمه مع بعض ازاي وهعمل دلوقتي الجنباري بتاعي حلو اهلا اول حاجة هعملها هجيب السكينة وورر لحضراتكم حاجات كده لطيفة واحنا شغلل مع بعض سكينة صغيرة مخرجنا الجميل حبيب هارتي اهلا نيجي على الجنباريه ونشوف ضهره اهلا اه اه بص الظهر الجنباريه بالشكل ده كده اه 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 الجنباري ده جاي نضيف هو كده اه ده مجمد عشان نبواطحين مع بعض في منه الطازة هو كده جاي في الكيس نضيف لو هو مش نضيفة بتشيك عليه ده الطبيعي عشان عرق الرملة اللي هنا هيقل من مزاجك طبعا وهيبوز الموت خاصة اللي هو هتقليه بتقليه او تشويه بيبقى رملة كده تحت السنان كأنه بابور زلط اه اه شفت الجنباري زي الفل معنا الجنباري ده بتحصل فيه مشاكل اللي عم مش شيف معنا التوبنجي بتاعه لما نيجي نقليه في الزيت بيسم منه اه لما بنيجي نقلي جنباري في طاصة او في زيت غزير بنلاقي الخلطة بتاعت الجنباري ثابت من الجنباري راحت في سكة والجنباري قدامنا كده من غير خلطة فبناز عنا فانا عايز الخلطة بتاعت الجنباري هي تبقى كرزبة وافشة فيها اعمل ايه شوف التفاصيل معايا هنحط فص طوب حلوة زي الفل معفاص التوم دي عم مش شيف قليل من المسترده اللي هو الخردل الخردل والمسترده موجودة في السمر ماركت انواع واشكال فيه منها حبوب الخردل اللي هي بتبقى فيها لون كده زي حبة عين السمكة وفيه بعض منها بيبقى معجون زي اللي معنا ده كده الملح هنا هيكون قليل خلي بالك ليه عم مش شيف لان الاسماك اللي بتيجي مجمدة بيبقى فيها قليل من الملح فحط في الاعتبار ان الجنباري هنا بتحطيش فيه ملح اعتمد على الملح اللي هتقدميها والسوس اللي هتقدميه جنبه شوية الكوركم بابريكا وشوية زعتر مع فلفل خلي بالك المسترده مهمة جدا المسترده وعصير اللمون هيشلك الزفارة اذا كانت موجودة في الجنباري وهدي الفلفل والملح عندك باب التلاجة باب الفريزر باب المطبخ توسج جوزك كده ولا وخطه حلوة ماشي وتكتبي جملة لطيفة ممنوع منعا بتن بالبنت العربي كده وبالخط العربي ممنوع منعا بتن اضافة اي مادة دونية في حالة لما اجا اعمل اي حاجة مقلية بنيه فراغ بنيه جنباري بنيه جنباري كريزبي سمك بنيه اسكالوب بنيه اسكالوب فنواز كوردن بلو كل دي بنيهات وسكة البنات ممنوع منعا بتن اضافة اي مادة دونية في التدبيلة سواء زبدة سواء زيت سواء سمنة ايا كان اي مادة دونية تخطر على بالك حلو الكلام دي لازم قاعدة اوه هنقلب دول مع بعض الجنباري لازم يشرب من التدبيلة دي كويس كده ولولو يتغير والله ات اشتر مني حطيه في التلاجة ساعتين زمن مفيش مشكلة في غير دلوقتي احنا كده ماشيين زي الفل ازاي التوبنج بتاعنا يمسك ويقفش فيها بطرقة لطيفة وانا معاك دلوقتي حالا نعمين؟ هو ده كلمة حلوة السؤال ده مين سألول اكبر سوزاحب اتعاود ولا انت؟ انا كنت منتظر سوزاحب اتعاود يسأل السؤال ده لا قل لي بالله عليك طيب ليه ما نحطش مادة دهنية؟ هو ده السؤال انا كنت منتظر حد مثلا اجاوبت عليه كتير يعني اضافة المادة الدهنية لعمل البنية او فاية تدبيلة البنية بيفصل المقتبنج بتاع الخلطة اللي انا بتابل بيها سواء فراخ او جنباري او لحظة طبيعي حتى بتلاحظ ان انت لو عايز تعمل زلابية بتحط المعلقة في الزيت وتبدأ تقطع عايز تعمل اي حاجة فالزيت بيخلصك بتعمل بلح الشام المعلقة بتحطها في الزيت بتخلصك فالزيت هنا او المادة الدهنية بتفصل ما بين التوبنج وما بين الجسم اللي انت بتعمله سواء فراخ او لحم او جنباري دي الاجابة بالتفصيل يعني هنحط المعلقة دي من النشا بنحط المعلقتين بس خلاص ونشيف كل ده من هنا عصرة الليمون الحلوة بتاعتنا ونقلب كده اه لسه ما خلصتش اه شوفت الجنباري اه ادسي بقى زي ما هو كده تاني شوية عصير الليمون شوفت الخلطة دي مهمة جدا عندنا بقى ايه انواع كتيرة لبوضوع الكريزب ده ياما تجيبي بقسمات او فتات الخبز تحمصيها وتستخدميها ياما تجيبي ركائك الدورة ودي موجودة في ايه سوبر ماركت المسميات بتاعتها كلنا عارفينها في منها الابيض وفي منها باللون الاصفر الحلو ده كده اللي هو موجود معنا ده كده حسب الراغبة يعني حلو بقى كده الجنباري جاء كده انا اسسته انسي بقى بعد كده ان الخلطة تسيب في قلب الزين يبقى ثلاث حاجات مهمين جدا علشان الجنباري ده يطلع معاك الكريزب رقم واحد هو تحط اي مادة دهنية او عدم اضافة اي مادة دهنية رقم اتنين اضافة النشا في تدبلة الجنباري او تدبلة الحاجة البناء اللي بتعمليها عشان النشا بيديك سماكة وبيديك كريزب رقم ثلاثة اللي هي جاية دلوقتي حالا ان انت تاخد الخلطة دي وتحطيها في الكريزب بتاعنا وتسيبيه شوية يشرب منها دي مهمة جدا رقم اربعة اضافة معلش كمان اللي لازم الزيت يكون غزير ولازم الزيت يكون سخت هناخد الخلطة دي كده اه زي الفون تكنيك بقى عالي وانت بتشتغلي انت تحطوهم كلهم مرة واحدة زيب انا شغال كده عشان ايدك ما تشيلش من البقسمات ده او من ركاك الدورة وترجعت ايه عودة تسليك في ايدك من الخلطة دي دي بقى ايه مهارة تهوية اه رسوهم بالشكل ده كده وهعلمك دلوقتي ازاي تعملي كمية في وقت قياسي اه اللي لسه مبتدين يحط الواحدة ويعودوا يرجعوا تاني يشيلوا ايديهم وهكذا لا انت بنفس الطريقة كده اه اه ونهزها كده اه نبدأ نحطي تاني شفت المطبخ بسيط وسهل خالص ازاي اه اه تاني اه 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 زي ما انا شغل كده اه لو حطيت ايدي دلوقتي مش هليقيها طبعا مليانة من ركاك الدورة اشيل ده من هنا الله مصلى عندي وتعالوا مع بعض لكمل الحكاية بتاعنا واحنا نشغلين نعلى طبعا عندك وقت تاخد الجنباري ده تحطيه في الدفريزر تجميد يعني درجة تبريد عشرين تحت السفر بتخليه لمدة ساعتين تلاتة اربعة بيبقى طبعا لطيف وجميل بالشكل ده كده اه شفت الجاو ده كده اه بعض المطاعم بتعمل اي بقى عشان تقولك الجنباري ده جنبه انا بقلكم على اسرار خلي بالكم والله العظيم احنا ما عايزين منها حاجة غير روداكم علينا ودعوة حلوة ورودا رب كريم ماذا هو اللي هم ترى يضع اليك الجنباري ده في قلبه المية ويرجي يضع اليكك الجنباري ده كباب مية تحت كله ليه Juliet يعطيه ت customizable عجين الجنباري زى ما هو كده هنخليه مش هنقله دلوقات ناخد دلوقات الوقت وهنحمر الجنباري. معنا سوس جبنة هنعمله للجنباري. سوسوا الجبنة ده الجبنة اللي انت حبها. ممكن مزرلة ممكن شيدر ممكن برمجان حسب الرغبة. تفاصيلها شوية حليب على النار. الله ما صلى على النبي. ونسيب الحليب ده يصخن كده. زي الفن. تمام. وناخد الجنباري بتاعنا. اخبار الزيت ايه? ايه واعتغزلني. الله يرضى عليك. نبدأ نحمر مع بعض الجنباري. عشان عازل نطلع بالجندفلي. الله مصلى عندي. تعال يا عم الجنباري. اخبار الزيت. طب نشيك على الزيت ازاي? سيخن ولا مسخنش ازاي? اضحي بجنبرياية. قلب الصغير لا يتحمل. طريقة لطيفة كده صغيرة خالص. شيء شاء امية صغير. اهو. العب. اهو ده. السود ده. تمام? اهو ده. عشان لو حطيت جبرياية واحدة بس هزعلها لايه قوي. هتوش ربزيت من. اهو. يلا الله مصلى عن النبي. العب. اه. مهم جدا. تدبلت الجنباري بالطريقة دي. لازم تسيبيه شوية. يا اما في التلاجة. يا اما تسيبيه زي ما هو في التدبيلة. وحزاري. البيب الصغير عندك. بنوتك. طفل الجميل ابنك. راجع من المدرسة. قاعد في البيت بي السلة. شم ريحت الجنباري. لقد لقيته نطة عندك في المطبخ يقلب. لا خالص. اهو اتقرب منه. زي ما انا اشغال كده. اه. زي ما انا اشغال كده. خلي بالك اه. تقليب بعدين. اه. لان الجنباري هنا في موقف حساس. توبنج بتاعه في موقف حساس. خلي بالك. هتزود شوية زيت. ونرجع تاني نكمل. اه. وانا واقف كده زي الفل. التعليب امتى? حالة دي بوقتي. نصبر شوية. زي الفل. تمام. هزة كده. هزة بس خلاص. تعالوا شوف ما اشيل ده من هنا. حاضر عينيه. عايز شوف الماكرونة وسلت لي فين? تدفع كم? ما نعمل سوس الجبنة الاول. واحنا مع بعض. اه. اللهم صلى على النبي. مضرب صغير. عشان سوس الجبنة. اخباري الحليب ايه? زبدة? ياخد شوية زبدة. فين الزبدة? اهي. تمام. لا مش هقلب الجباري دلوقتي خالص. خلي بالك. ده بيتقلبش. من الاخطاء الشائعة انك تحط بانيه في قلب الزيت. بالطريقة دي وتقلبيه كتير. سيبيه زي ما هو كده. اه. دي زبدة عشان هعمل سوس جبنة دلوقتي. فيك تخليه سبايسي. جوزي بيحب اللي سبايسي. خطاها بتجيبه على جنبب اه. بص عالجنباري بقى بص على الحلوة. بص على الحلوة. بص على القرماشه او 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 او. او 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 اهو 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 انا من في حاجات كده بيصعب عليا يا شبيب انت حبيب حبيب اهو 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 خلاص كده اهو خلاص خلص يلا تمام